استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رئيسة برلمان أذربيجان صاحبة غفاروفا التي تزور مصر حاليا وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي عمق العلاقات التاريخية بين البلدين مشيرا إلى حالة الزخم الإيجابي التي تشهدها العلاقات الثنائية والتي توجت بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة إلى أذربيجان والتي حملت رسالة سياسية مهمة مفادها هو حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات كما دع المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى استثمار الطفرة الإيجابية للعلاقات المصرية الأذرية في تعزيز التعاون البرلماني مشيرا إلى أن مجلس النواب قد قام بتشكيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأذرية وذلك لتعزيز الصلاة بين البرلمانيين وتنصيق المواقف البرلمانية في المحافل الدولية من جانبها أكدت رئيسة البرلمان الأذري على عمق وتاريخية العلاقات بين البلدين في ضوء العديد من القواسم المشتركة التي تجمع البلدين الصديقين مثمنة الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي لأذربيجان باعتبارها الأولى من نوعها كما دعت إلى تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية الأذرية